السلام عليكم طلاب طبعا نكمل ما بدناه بالدراينج طبعا نحن إذا فهمنا الـ Theory of the drawing رح نفهم طريقة عمل لـ Drying Systems يعني الميكانيزم باويتش ويكان جيت أبجيكتبز أو دراينج اللي هو الـ Main Objective Removal for the Moisture بالتالي نحصل في الـ Many Benefits for this activity في الـ Theory of the drawing كأنه قسمناها إلى جزئين أساسيين الجزء المتعلق بالمشين والجزء المتعلق بالـ Material to be Dried الجزء المتعلق بالمشين هو الـ Heat Transfer باعتبار نحن الـ Main Mechanism Power Drying هي Depends on the Heat ونحن نقدر نسميها Thermal Drying Methods نفهم الجزء المتعلق بالمشين اللي هو الـ Heat Transfer شونا العوامل المؤثرة بي وشونا التأثيرات زيادة الـ Rate of the Heat Transfer على الـ Rate of the Drying الجزء الآخر قلناه Mass Transfer هذا يخص ما يصير بالـ Material to be Dried من كـ Feedback نتيجة امتصاص الحرارة اللي راح توصل إليها من المصدر راح يصير بها متغيرات هذه المادة نحن نتعامل مع على أغلب الأحيان نتعامل مع ويت في عملية الـ كأنه عندي مزيج ونعرف اختلاف الـ الاختلاف بالـ الاختلاف بالـ الـ المكونة لهذه فينعرف إذا نقارن بين الـ والـ الصولد يعتبر مقارنة مع الـ فمجرد ما تصب الـ 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 فاللي راح يتأثر بالبداية هو الموستر احنا أصدر راح نمطي حرارة بمقدار معين بوقت معين بكيفية بحيث يكون هدفنا الأساسي هو الموستر Transfer مو هدفنا الأساسي نغير من المواصفات الصولد يعني أحيانا نقول Excessive Exposure أو Excessive Heat Intensity هذه مو فقط تسبب لنا Transfer of the Moisture كذلك قد تسبب مثلا Melting للماتيريال الصولد يعني اللي هي معرضة لهذه الظروف قد تغير مثلا سبب تغير باللون يعني تفحم احتراق فإذا هذه الراعيه بعمليات الدراينج يجب اختيار طبعا أكيد يكون فاكترز تحدد اختيار الدراينج يعني فأكيد احنا رازم الراعي أنه في حالة استخدام فهي تترانسفير ما تكون قوة أو هيت مفرطة بحيث يسبب مشاكل بالماتيريال هدفنا الأساسي فقط أن الموستير ترانسفير من هذا الماتيريال زين بعد هاي الماتيريال اللي راح تفقد جزء من هاي الموستير همينا أحيانا هل نريد أن نوصل إلى صفر بالمية موستير أو نريد أن نوصل إلى أسبب واحد بالمية ثنية بالمية بحيث ما تكون مؤثرة همينا هذي لازم تنوخذ في نظر الاعتبار فعموما نحن نريد نفهم الثير أوف دراينج أنه نريد نقسم إلى قسمين هيت ترانسفير وماث ترانسفير مثل ما تحدثنا قلنا شيء related to the machine أو the equipment والطرف الآخر اللي هو الماتيريال to be dry and heat must be transfer to the material to be dry or in order to supply the latent heat required طلاب صورة الإسلاعي كام لهم كون نعم دكتور نعم يعني ماكو جزء مقطع يعني من الصورة مارت السلاعي ثلث تمام فإذا الهيت ترانسفير نقصد به أنه الهيت تنصر للماتيريال to be dry in order to supply the latent heat يعني راح تتحول إلى latent heat حرارة كاملة داخل هاي الماتيريال بالتالي يصير سيكونس متغيرات بهاي الماتيريال أنه يصير فيبوريزيشن فإذن هنا إذا ماكو heat transfer ما عدنا moisture vaporization أو moisture transfer فهاي الهيت راح توصل لهذه الماتيريال راح توصل خلال وقت معين بكمية معينة فإذن نقدر نعبر عنه there is rate of heat transfer فنتوقع أنه إذن هنا جزء الأساسي بالثيوري هو rate of heat transfer إذا ما عدنا rate of heat transfer ماه راح يصير عندنا rate of moisture transfer فنقدر نقول نقسم rate of drying عسب الثيوري of drying نقسم إلى قسميا rate of heat transfer و rate of moisture transfer فالفكرة بالmoisture transfer إنه يصير diffusion of the water through material to be dried يعني خلال هاي الماتيريال وين راح تنتقل هاي هو مالية الترانسفير أو نسميها diffusion ليس سميناها diffusion إنه هي يعني انتقال الwater أو المويستر راح تكون من تركيز عالي إلى تركيز قليل فأكيد بالبداية الbulk of the material يعني من منتصف هي راح تكون يعني full of the water كمويستر فرح تنتهي تتحرك من هاي المنطقة إلى السيرفس السيرفس المعرض للهواء الخارجي أكيد راح يكون هنا ما بمويستر أو تكون نسبة المويستر أقل ما موجود بالبرد فأكو اختلاف بالconcentration of the water فرح يشجع diffusion of the water through the material to the evaporating سيرفس بعدين السيرفس راح يكون هو المعرض بالبداية للهيت اللي راح توصل الهيت راح توصل بشكل نقول الطبيعي تقليدي يعني هنا همنا ورح نجي بعدين المكانيزم of heat transfer شو أنتوصل الحرارة للمتير to be dry فأكيد هنا وصولها راح يكون بمعدل بطيء بمعدل متوسط بمعدل سريع هنا أنا من يكون المعدل سريع الوصول راح يكون سريع أكيد فمن اللي زيد ال rate of the heat transfer هذا راح نجي لها إن شاء الله نشوف شن العوامل اللي زيد the rate of heat transfer المحصلة إنه هو heat transfer هاي الهيت راح توصل للسيرفس بالبداية فعلى ظهر راح تنتقل الموستير من السيرفس باتجاه ال surrounding atmosphere أو نعبر عنه passing air stream ومثل ما تحدثنا لسا اكرومتريك شار إنه الكابسي كلش مهمة بالنسبة لل air من يكون عنده قدرة يحمل الموستير يعني ما وصل مرحلة الساتوريشن من ناحية الهوميداتي راح تكون عنده قدرة يحمل الموستير من السيرفس وينقلها هنا إلى أن يوصل ال air إلى حانة الساتوريشن فالموستير هذه بوجود ال vacuum راح يستبدل هذه الهواء الرطب بهواجه فتستمر عملية الترانسفير فإذن الماس الترانسفير همين راح يكون بمعدل معين rate of mass ترانسفير لكنه يعتمد عليه الهيت ترانسفير إذا لا يوجد الترانسفير لا يوجد الترانسفير لكل الترانسفير أكو معدل وأكو عوامل تأثر على الهيت الترانسفير أو عوامل تأثر على الماس الترانسفير فاللاحظ بعدين نحن من نجي للطرق الـ مثلا الزيادة السيرفس زيد rate of mass ترانسفير تغير الـ تغير مثلا قس ساعة تتغير الطبقات مثلا ما نشوف بعدين بالدراينج إلا زيد rate of mass ترانسفير وأي زيادة بالrate of mass ترانسفير رح تنعكس على فعالية الدراينج أو نقول rate of الدراينج همين رح يزداد إذا ما نقدر نقول نستغني عن جزء لازم نحاول نفهم rate of heat ترانسفير ونفهم rate of mass ترانسفير إذا الترانسفير نكون بسطة الإقواجين نعبر عنه dW ما يخص rate of drying أو rate of evaporation نعبر عنه من خلال هذه بحيث نقول delta W hover d theta هي rate of evaporation هذا الطرف الأيسر رح يساوي الـ Q اللي هو overall rate of heat ترانسفير معناته عندنا منقول overall rate of heat ترانسفير معناته عندنا أكثر من الجزء رح ينجمع وشكل هذا الرئيسر الربز الآخر اللي هو gamma مثل the latent heat of vaporization إذن هذه المعادلة الأساسية من قلالة تمثل العلاقة الموجودة بالrate of evaporation واله heat transfer والlatent heat of vaporization نعنا لدرائب force for heat transfer is temperature differentiated rate of heat transfer وصول اله material to be dried هذا هم يحتاج لدرائب force فالدرائب force رح تكون temperature differential بين المصدر وبين المتيري to be dried أكيد بالبداية أول ما يشتغل الـ dryer مثل الـ system رح يشتغل وفق درجة حرارة معينة ونحن نتحكم بها من خلال وجود الثرموستات فنقدر نثبت the intensity of the heat ورح يكون هو المصدر للحرارة فيعطي حرارة إلى أن تستقر السربي stabilization إذن ببداية معناته there is driving force تحتمد على temperature differential هو اللي رح يكون من خلالها الواسطة اللي رح تنتقل فيها الحرارة بمعدل معين قلنا بغض النظر عن المعدل هس سيبقى إذا اكو driving force إضافية رح تزيد الريت معناته إذا مثلا نقول الهيتر يشتغل وحرارة بدون ما يكون بفان مثلا هنا رح يحتاج وقت أكثر إلى أن يوصل إلى حالة stabilization temperature لكن بوجود الفان مثلا هو يحرك الموجات الحرارية مثلا هذه رح ياخذ وقت أقل يعني زاد الريت أو في ترانسفير فهنا معناته صار عندي أكثر من ميكانيزم مو فقط اعتمدنا فقط على الكون ديكشن مثلا أو على الرادياشن بوجود الكون يعني هذي الفان بحرك الهو زاد الrate of heat transfer فعموما أي شي زي الrate of heat transfer أو تعدد لدرائving force تنعكس على الrate of evaporation أو rate of drying rate of diffusion of moisture الطرف الآخر اللي هو نقصد به mass همينا هنا طبعا diffusion of moisture into the air stream expressed by the equation اللي هي dw over d theta اللي هو rate of evaporation يساوي هنا بدأ نستبدل الجزء الخاص احنا قلنا rate of drying يعتمد على جزئين rate of heat transfer والrate of mass transfer فأما بدلالة rate of heat transfer فقبقنا المعادلة الأولى هسا نجي بدلالة rate of mass transfer فهمنا عندنا معادلة اللي من خلالها rate of diffusion رح يكون expressed bound rate of diffusion or rate of vaporization or rate of drying نفس المعنى رح يكون يعتمد بوحدة bound of water bare hour لأنه rate رح كي مثل coefficient of mass transfer وال area of humidity differential الموجود بال surface والموجود بال gas همين اكو driving force اللي هو humidity differential هنا همين رح يكون عندنا rate معين بإحكمال على humidity differential يكون rate معين لأنه المويسر رح تتحرك من التجاهز surface من التجاهز surrounding atmosphere أكيد هنا نقول نزيد rate of evaporation أو عفو مثلا نزيد الحرارة الواسطة rate of خير الطبقات نزيد surface area كل هذه عوامل رح تزيد rate of diffusion أو rate of mass transfer إذن هنا نقدر نقول humidity differential هو driving force لكن بعد يكون الريح بطيء بوجود عوامل ثانية زيادة surface area زيادة heated transfer كل هذه تدفع بتجاه المعدل ونقدر نستنتج من خلال المعادلة قدامنا أنه rate of diffusion يزداد على value of the k هنا همنا كأنه coefficient ما قلنا constant نعرف من خلال مراحلنا السابقة نقول مصطلح constant أو نقول coefficient أي شيء constant يعني ثابت تقريبا ما يتغير بسهولة لكنه بالنسبة لل coefficient قد يتغير بعض العوامل فإذن أكو عوامل مؤثرة على قيمة الك كذلك نقول أي عامل من هاي العوامل إذا تغيرت وزادت من قيمة الكي همنا على حتدفع باتجاه زيادة rate of diffusion أو rate of transfer of moisture طلابك السؤال لحد الآن دكتور صوت جاي قطع نعم ما أدري عدو طلاب كلها ما أدري بس عندي ما خليطوني فيدباك يعني طلاب يعني والصوت بعضهم لحد ما 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 أخذ الصوت يعني تكاتب لهم واي فاي أو سلولار داتا صحيح يختارون واضح إحنا يعني قصد هو السلايد معروض الصورة موجودة يبقى إذا الصوت ما وضعتكم ما في شكال مثلا الداخل ويا قلوا للي دكتور بإفكانت عندنا النقطة لأنه ما سمعناها أو ما فهمناها قبل ما أعبر على السلادي اللي بعد إحنا هذه البارحة شرحناها يعني بشكل أولي استمعوني طلاب إحنا صراحة أنتم بغض نظر أنه تسجيل وما كنت تسجيل بس رح تساعدوني أنه توصل المحاضرة بيرفكت لكم وزملاكم أطراف الrate of evaporation اللي هو الهيت transfer والمass transfer وفحات بنسبالكم قلا الكoefficient قلنا اللي هو الكاي الموجود بالمعادلة هذا نقول coefficient إذا هو not constant but varies with the velocity of the earth stream passing over the evaporating surface يعني ما نعنا هنا إذا velocity زادت رح تزاد نيمة الكاي وبالتالي رح تزاد rate of diffusion وهذه حتشينا نحن أن هناك عوامل مختلفة تدفع باتجاه زيادة rate of drying أو rate of evaporation مو فقط humidity differential أو temperature differential أكو عوامل متداخلة مع الهيت transfer وأكو عوامل متداخلة مع الماس transfer فمنطقيا هنا تزاد velocity اللي رح توصل to the evaporation surface كما يزاد rate of evaporation بس بها طريقة من خلال تأثيرها على coefficient of mass transfer إنه رح تزاد قيمتها الرقميا وهذه رح تدفع باتجاه الزيادة after initial period of adjustment هنا طبعا نعرف إنه أي أوفن أي دراير أكو نقول هو الجهاز المستخدم لدراين والمستخدم لل اكو تشابه أنتم sterilization أخذت لدراي أوفن واخذت الأوتوكليف أكو تشابه أحيانا لكن الفرق يكون بالإنتنسيتي of the heat بالأوجيكتيف التارجت اللي ريد مثلا نوصل من خلال عملية يعني إما نريد نوصل للمويستور ونوصل لمايكرو أرغانيزم بالاستيروليزيش لكن أكو تشابه ضمني لكن الاختلاف بالشدة الحرارة بالوقت اللي راح تتعرض به العين تختلف بين السيروليزيش بين الدراين لكن أحيانا أكو تشابه بالسيستم لذا ناخد مثال مثلا الدراي أوفن الدراي أوفن أولما الشغلة ونطيف مثلا بالثيرموستات على حرارة معينة مثلا نطيف حرارة فرضا 100 فأكيد بالبداية روم تيمبرتشار أو نقول الداخل مارتة السيستمية باواصلة للمية مثلا قد تكون جرة حرارة مثلا 25 فيبدأ السيستم يشتغل فهذا نعبر عن انيشيال بيريت أوف ادجسمنت ينطي حرارة إلى أن يفصل الجهاز ويستقر مثلا ينطل اللون الأخضر نقول أنه كل الحرارة صارت بالسيستم يعني هصارت حرارة مثلا 100 فهذا يحتبر انيشيال بيريت أوف ادجسمنت يحتاج وقت ورما نوصل لهذه الحالة للأدجسمنت نها رح يصير علاقة جديدة إذن هذه شرطية التساوي بين الطرف الأطراف الموجودة بمعادة شرط أنه جاوزنا انيشيال بيريت أوف ادجسمنت رح يكون الرييت أوف ترانسفير ليش نساوي لأن الحرارة نفسها موجودة بالمصدر وموجودة بالهواء الواسطة بين المصدر وبين الماتيريال وموجودة بالماتيريال نفسها كذا تحولت إلى لاتنت فكل الكنتينر إذا نقول الكنتينر من السيرفس من البلق أسفل المحتوى مارت الكنتينر يعني نحكي على البودر كله حرارة صارت مثلا 100 فهذا معناته إنه نقول التوازن عدنا بين الrate of heat transfer والrate of diffusion أو mass transfer فرح يصلك تساوي أو توازن الrate of heat transfer include شنو معناته الrate of heat transfer اللي هو الطرف نقول الq over gamma هذا يضمن all methods of heat transfer convection radiation and conduction معناته المكانزم of heat transfer هي ثلاثة convection radiation and conduction أي زيادة بأي واحد من عدهم زيادة بالconvection أو زيادة بالradiation زيادة بالconduction رح تدفع باتجاه زيادة الـ open or rate of heat transfer وهذا رح تنعكس على rate of drying شين معنات هذا شوال نميز بين الconvection والconvection والradiation إذا نفترض لدينا هذا الكونتينر يحتوي على الماء وريد نسخنه باستخدام الحرارة مثلا فعدنا مصدر حرارة وعدنا material مثلا to be evaporated to be heated to be warm مثلا عموما الحرارة رح توصل إلى هاي المادة اللي هو water هنا رح نظر بمثال water فقط رح نوضح الفكرة نتعامل مع wet solid على الأغلب نتعامل مع wet solid وقلنا الموستر هي رح تتأثر بالبداية قبل solid لكن رح نفسر الheat transfer شون توصل مثلا الهاي المادة يلا فالconvection مثلا إذا يجي شخص يلزم القدر هذا يجد حرارته فالحرارة اللي واصلة بشكل مباشر هذي نسميها conduction هنا مثلا إذا نفترض هاي الyet هي المتريل اللي راح تتحسس الحرارة الواسطة مثلا اليت هي المتريل to be dried مثلا كأننا نقول أكون تماغ مباشر بين المتريل to be dried ومصدر الحرارة مثلا في المصدر الحرارة ما راح تكون النار راح تكون المصدر الحرارة مثلا قد تكون القدر هذا اكون conduction وجود هيتر متصل اتصار مباشر من خلال نقول سلك معدني من خلال والشيرف علي المتيريال فالحرارة تصل بشكل مباشر ديركت ترانسفير هذا كوندكتف هيت ترانسفير زين الحرارة تنطي بس اكو هواوياها فان تشتغل فتوصل حرارة كذلك فان انا صار عندنا نقول هيت وث كوندكشن فاذا قوة الدفع صارت اعلى الريت زاد بوجود الكوندكشن ففي حالة نقول وجود الكوندكشن مع الكوندكشن رح صارتنا زيادة بالريت اوف ترانسفير الحرارة عندها القدرة تنطي اشبه بالموجات اللي غير مرئية شون واحد يخلي ايدي على الهيتر من بعيد مثلا يحس حرارة توصلة بدون ما اكو فان تشتغل مثلا بدون ما يلزم الهيتر نفسه يحس اكو حرارة يحس بيها هذا الشعور بالحرارة هو عبارة عن الرادياتد الهيت ترانسفير بيها اكتر من حالة اكتر من ميكانزم كلا يشكل بمجموحة الريت اوف هيت ترانسفير بروم بيس اكواجين ذكرناها لتخص الريت اوف مسترانسفير وريت اوف هيت ترانسفير we can conclude that the rate of drying represent the general principle for efficient drying يعني هنا انا اذا نقول لابد نحصل efficient drying لازم نزيد الريت of drying ومعنات انه حصلنا heat transfer وحصلنا mass transfer وجاه نمشي بالطريق الصحيح عموما اذا اي شي ينطيني acceleration بالرات of drying هو راح ينطيني more efficient drying فشو نقدر نزيد الريت of drying اولا الريت of convection of heat transfer which can be achieved by increasing the air flow rate and by rising the inlet air temperature هذا كله يتفع بزيادة الريت of convection بالتالي زيد الريت of drying يعني من خلال زيادة ال air flow rate بوجود الفانس كذلك ارتفاع ال inlet air temperature ال temperature اللي راح تدخل للسيستم وبالتالي راح تاخد وقت اقل لان توصل حالة stabilization وحالة التكافؤ مع mass transfer وتبدأ عملية ال drying فهذه ايضا ينت تدفع بتجاه زيادة الريت النقطة الاولى هذه نقطة الثانية rate of radiation heat transfer كذلك كما تزاد همين راح تزاد rate of heat transfer بالتالي زاد rate of drying rate of conduction همين اذا زاد فاللاحظ يعني جبنا نفس الميكانيزم كل وحدة عدها rate اي شيء يزداد راح يتفع باتجاه زيادة the overall rate of heat transfer rate of conduction شون نزيدة من خلال reducing the thickness of the material to be dried يعني المادة مت تكون نقول distributed surface area مادة كبيرة التوصيل الحرارة راح يكون اسهل الها والوقت اللازم لحارة الستباليزيشن راح يكون اقل والوقت اللازم عن مدن حصل ماس الترانس فيه راح يكون اقل اي كلها معناتها في زيادة rate reducing the thickness of the material to be dried من خلال زيادة surface area كأننا نقول ننشر المادة على مساحة كبيرة خلال للدراير هذا كله راح يطلنا close contact with the rise temperature surface راح يزيد نقول ال contact المباشر بين الحرارة وبين المتريار اي يعني زيد conductive heat transfer نعم زيادة air velocity راح يطلنا sufficient turbulence to minimize boundary layer thickness يعني بينما بينما هنا نقصد بها احنا نقول اكو حد فاصل في من ناحية دراية الحرارة بين المادة وبين المحيط مالتها فهذا الحد الفاصل يحتاج وقت نتجاوز من خلال الاستمارية بالهيت يشتغل لكن موجود الفان بزيادة السرعة باشرة نقدر نتغلب او نقلل بين هذه المادة وبين الحرارة فبدأ ما نعتبر فقط على ال ووجود وزيادة وزيادة أو زيادة فهذا راح يزيد الكوفيشنت أوف ماس ترانسفير يعني هناك نقول هاي التيارات الهوائية الموجودة راح تساعد بتوزيع الحرارة في خلال وقت قصير ونوصل الهدف المطلوب اللي هو الحرارة توصل خلال وقت قصير انه المية توصل كل المتريال كلها تنصل خلال وقت قصير هذا كلها راح يقتصر الوقت على الماس ترانسفير نقطة الخامسة دي هموديفاينج ذا انلت اير هنا طبعا ما يكون الهواء محمد بالرطوبة راح تضع في الكيرين كباستي مارتين فكن ما نخلص من الرطوبة راح نزيد الهموديتي ديفرانشيال وهذا يدفع بزيادة السرعة أو سبيد أف دريت أو دراينج فضروري نحافظ على دائما نشتغض اللو حدثنا عنها بال سيكرومتريك شار قلنا بعض النقاط هي مثالية النقاط التي تكون بها مثلا 48 أو 50 أو أقل هذا دائما حالة مثالية لزيادة الكيرين كباستي فور ذا اير واستمراريته الكيرين ذا مويستير من السيرفس بالتالي راح يسمح إلما إحنا من الكيريد الهاي المويستير الموجود على السيرفس من تنتظر وهكذا فصير الاستمارية بال مويستير ترانسفير هذي ما يخص موضوع نقول الثيوري أوف دراين أو رايت أوف دراين أسا نجي الموضوع الآخر دراين أو دا ويت صولد طلاب تمام قبل ما نعبر بالدراين أو دا ويت صولد الموجود دنويا خلي جابوني نحف دكتور بالنسبة النقطة النقطة الأولى والنقطة الثالثة نعم يعني صار هلنا شوف ثلاثتين النقطة الأولى والثانية والثلاثة هي مرتبطة بما مرتبطة بالهيت ترانسفير لابت مرتبطة بالهيت ترانسفير لقد الهيت ترانسفير يعتمد على ثلاث نقاط كون تكشن رادياشن كون أي شيء زيد همذولي زيد الهيت ترانسفير فالكون بالأكس النقطة الأولى تشبه النقطة الرابعة تقريبا يعني كون يعني يكون هوا ينتفع بالتيارات هوائية يعني يعني يصير زيادة بالسرعة يعني هنا متداخلات يعني ما نقول مفصولات مئة بالمئة لكن جاي عبر عنه نقول اكسبرشن عنمود يفهم مثلا نقول اليقرأ أو الطالب يقرأ شن العوامل الأساسية لتزيادة الريت أوف دراين ففصلها مرة أكشي زيد الريت أوف ترانسفير زيد الريت أوف دراين ونجي الريت ترانسفير هو يعتمد على الكون ورادية والكون والانتنسيتي أو وجود الديفرنشيال الديفرنشيال التمبرتش الديفرنشيال كلها تدفع بس مجرد أنه تنظير عنمود نفهم بشكل تفصيلي فواضح الفكرة بالنسبة الكون انه ونزيد الكون اكيد رح يزيد الريت أوف داين ترانسفير فشو نزيد الريت أوف كون نزيد الارفلو أو السرعة نفس المعنى بالنقطة الرابعة مثلا أو الانلت اير تيمبرتش احنا نحنعرف انه عندنا تسخين بالبداية وعندنا مثل ما كو سايك تسخين درات الحرارة انها نتوصل لدرات الحرارة المطلوبة وبعدين وبعدين نطف الجهاز وسل عملية التبريد فعندنا الحرارة اللي رح توصل للهوى اللي رح يكون الناقل احنا قلنا جاء نحن عن اذا نحن ناقل فأكيد الحرارة اللي رح توصل للأير هذه كلمة تزاد رح تنعكس بعدين على فعاليته كهوت اير ويساعدنا بعملية الدراينج النقطة الثالثة كوندكشن هنا من نجي بعدين الدراينج سيستيم شوان الثلاجة مثلا الثلاجة نقول لكم بها شبكة تنقل الغاز مال التبريد اذا نفترض هذا الغاز مرتبط بالشيلفز الرفوف الموجودة بداخل الثلاجة مثلا احنا هنا الثلاجة البرودة دائر مدائرها وتوصل ماكو في الشي مباشر لكنها بالدراينج لا اكو توصيل مباشر بمكان خلال هاي الشيلفز نقول الأزاء المجوفة من عندها الأطراف توصل حرارة بشكل مباشر حرارة عن طريق هو عن طريق الستيم مثلا فهذا كوندكتف هي تترانسفير بحيث انه الشيلف نفسه رح يكون ساخن في نفس درات الحرارة المثبتين هنا ورح يصير كونتاكت مباشر بين الشيلف مثلا والكونتينر أو الماتيريال الماتيريال التي تتراني اما تكون منشورة بشكل مباشر على الشيلف او خلينا بداخل كونتينر مثلا فهنانا من ازايد الريت اف كونتاكشن رح ينعكس على التوصيل كذلك انه الماتيريال ما تكون منتشرة اكثر يعني زيادة سيرفس ايري رح يكون تماسة اكثر مع من مع التيمبريتشر اللي رح توصل لهيه فواحد فكرة يعني بسطيل كونتينر ونقول قطرة مثلا نقول واحد مثلا او نصف متر كونتينر متر او اكثر فكلما تزاد السيرفس ايريا كلما رح يزاد الكونتاكت بين الماتيريال في بي درايف والتمبريتر سيرفس اللي زيادناها نحن رح نتحكم في دراج الحرارة فوجود الكونتاكشن المباشر بين المصدر من خلال الادوات شي موصل يعني غير الهواء موصل حيانا نستخدم معدن كموصل يعني الكونتاكشن يعتمد على الهواء كموصل بين المصدر الحرارة وبين الماتيريال الكونتاكشن لا اكو موصل معدن سيكون هو اللي يوصل الحرارة بشكل مباشر للماتيريال لتو بي درايف فكلما تزاد السيرفس ايريا كلما يزاد هذا الكونتاكت وهذا ينعكس اكيد على رايف الموضوع اللي بعده درايف الوات صول هنا طبعا هنانا ريد نفسر نقول عملية الدايف من خلال التركيز على المادة على الوات صول اللي هو هي راح تتعرض هذا شو اللي يصير بيها لانه هي ما نقدر نقول نستغنى عنها او نتجاهلها لانه هي مهمة بهذه العملية من خلال الماس ترانسفير من خلال زياد من خلال طبيعة المادة من خلال مراعاتها احنا ما معقول نستخدم نقول برط بالهيت ترانسفير على حساب المادة بحيث تسبب بها مشاكل فاذا نتوقع اكو متغيرات الصير خلال عملية لدراين التحصيل الحاصل هو الموستير ترانسفير بس قبل ليش تصير مقاومة مثلا باتجاه الموستير ترانسفير ليش المادة مباشرة تبدي تبخر الموستير وتنتقل من البورك بالسيرفيس هل المادة اذا كانت مثلا من ناحية السايز من ناحية الشكل مالتها طبيعة الانتراكشن فورس بياناتها هل تكون مؤثرة انا صحيح هتعمل فقط مع الموستير لكنها طبيعة الصولد اللي محتفظ الحاضن لهاي الموستير مؤثر لو ما مؤثر اذا كان كريستيلاين اذا كان امورفوس او بمعنى اخر اذا كان جرانيولر او اذا كان فاين بارتكولز فاذا اكو اختلاف بالسلوك هذه طبعا بدايتها راح نركز على نقول معايير نراقب بيها شو راح يصير بشكل كمي بشكل نقول بعدها بالجزء اللي بعده اللي هو البيهيفيور سيكون بشكل نوعي نجي نفسر هذه شين فائدتها فائدتها على المودة نحافظ على المادة الصليبة انا مو فقط تخلص من الموستير في نفس الوقت لازم نحافظ على هاي المادة الصليبة ما تفقد جزء من وزنها وكذلك مثلا حسب هدفنا احنا نريد نتخلص من الموستير 100% لو نريد نوصلها لنسبة معينة احيانا نحتاج نسبة من الموستير تبقى ضمن الوصولد فعموما احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة الاولى يعبرون على الواتر الموجود بالصولد انه موستير والواتر اللي هو على شكل فيبر بالهيمو بالاتموسفيريك كوندشين سراندين اتموسفيريك كوندشين عبر عنه بالهيمو دي فالموستير هنا اما يمثلوها على شكل ويت يعني وزن الرطب او بدلالة الادراي ويت يعني الويت ويت انه الواتر كوندشين يشكل الواتر الصولد يعني اذا نقول الواتر صولد وزن عشرة قرام مثلا هاي العشرة قرام شنو تشمل تشمل الواتر وتشمل الصولد فمننقول ويت انه نقول الواتر قد تكون نسبته مثلا اثنين قرام من العشرة فهنا تمدنا نسبة الواتر بدلالة الواتر صولد كله الكل يعني خلينا الجزء على الكل الجزء هو الواتر كونتينت او الوزن مالت الواتر او المويستر الكل مثل التوتر الواتر والصولد الواتر الواتر انسامبول الواتر الواتر سامبول او الطريقة الاخرة للتعبير عن المويستر هي الドライ ويت نقول الواتر ويت الصور اللي وش وقت تصير الواتر ورا ما يفقد كل المويستر يقسمون الواتر الواتر عن سامبول الواتر او دراء سامبول اذا نفس المثال مالت نقول 10 جرام فقط الواتر مالت صار مثلا 5 جرام اذا خمسة تمثل الواتر وي الخمسة الثانية تمثل weight of the dry sample فإذا أكيد رح تختلف القيمة الرقمية إذا استخدمنا الأساس الأول الweight weight رح نطلقنا رقم وإذا استخدمنا الأساس الآخر الhydry weight رح نطلقنا رقم آخر يختلف ونحن فكرة فمثلا نقول إذا خمسة فقدنا خمسة تقسيم عشرة خمسة بالمئة إذا خمسة تقسيم خمسة رح تكون مئة بالمئة فاختلاف الbasis اختلاف الحسابات يطلقنا اختلاف بالنتائج فإذا هنا أما نحتمد الweight weight basis أو الhydry weight basis وهذه ينطيني نقول different parameters different values هذه الvalues أو هاي البرامتر اللي يراقبون من غلالها عملية الhydrying هو معنى أنه يقيمون evaluate الhydrying process اللي هو الLOD percent الLOD percent is calculated as follows هنا طبعا weight of the water in sample a total weight of the weight sample المعنى أنت مستخدم هاي طريقة مستخدم الweight weight basis يعني يقسم الجزء اللي راحي الوزن الووتر راحي الcontent اللي راحي ينفقد خلالنا عملية الhydrying على ال total weight الأصلي مجموع ال solid والmoisture فهذه determine using a moisture balance هنا أنا شون اللي نقول اللي يراقبون أو يحسبون هذه المفاهيم هل نستخدم الميزان مثلا أنت في المختبر مختبر الصناعية يضطونك عينة مالويت solid نقول powder نشئ وبينسبة من الرطوبة 1000 قبل عملية الhydrying والسجل الوزن نفترض قلنا 10 قرام الدخلها بالhydrying cabinet وتخلصها من المويستر اللي هيته ما تعرفش قد مثلا نفترض نقول تحدد الوقت ما تدري ساعة فأكيد هو خلال الساعة راح يفقد جزء من الووتر 30 000 لكنه مو شرط انه راح يتخلص من كل الووتر فهذه الطريقة متلطيني تقييم حقيقي هذا أفضل شي نستخدم المويستر بالانس المويستر بالانس هو ميزان حساس يوزن ونفس الوقت بمصدر للحرارة يعني heat source فتخلي نقول العين ما رتك اللي ها weight sample تخلي بداخل أشبه نقول كونتينر معين أشبه شون شون المعون مثلا يتخلى بهذا الweight sample والي راح يوزن البرنس ويشتغل يشتغل فالراقب التناقص اللي راح يصير بالوزن الى ان يستقر الى حد معين من يستخدم الميزان هنا راح يوصل الى حد معين يقفل يسجل هذا الوزن الجديد نقص total weight of the west sample الأولي يعني نقصا هذا الوزن الجديد راح يطلع الفرق بين الناتب ويمثل الweight of the water in the summer فالقسمة يطلع هذا البرسن of LOD فهذا الرسم أو هذا الجهاز الكيرن موستر بلانس نفسه موجود أنا ما عرف المختبر شغلوكم علي أنا ما شغلوكم علي أريد أسمع من عدكم عنا مودي أوجيهم صلاة من عدك طول ما شغلو حد دان ما مش طلن علي وجود عدنا جهاز فهذا على الأقل يوضح لكم هذا الجانب بعد عدنا القيمة الرقمية الثانية اللي استفادوا من عدها for monitoring or for evaluation of drying وال moisture content إذن صار عندي two terms LOD percent و moisture content الموستر content يعتمد على dry weight basis يعني هنا يحسب weight of the water in the sample الفرق يعني على يقسم على weight of the dry sample ويضرب في 100 بالمئة ويطلع percent of moisture content ينطل percent percent of moisture content والpercent of LOD يختلفون فقط بالمقام اللي راح يحتمل فإن هنا مثال عندنا if you have exactly 5 g of moist solid or weight solid brought to a constant dry weight of 3 g إذن طريقة الحساب يمركز به على material to be dry يريد راقبها في سبيل يوصل للهدف المطلوب The study of the drying rate is crucial to understand the solid behavior during drying يعني يعني هنا إذا أريد نفهم behavior of the solid during drying شو تصير بيها من تغيرات مثلا وهذه يهمنا ليش يهمنا على موض نحدد الوقت اللازم to get the aim of the drying مثلا نحدد الوقت اللازم لأنه ما معقول أنا مثلا أجيب المادة وخليها بالدراير وخليها for open time مثلا بعدي السببب لمشاكل صحيح تخلص من الموستر لكن حتى تخلص من الصولد نفسه تسبب بمتغيرات أو degradation فضروري أنا أفهم البيهيفيور بالشكل العام هي قضية التوازن الموجود بين الـ suitable time for drying والمaterial behavior والدراير هي حالة موسهلة لكن هو صير أكو أحيانا مثلا فاضيات فالرات أوف دراير كود بي دي ترماين بي تجربة راح تصير كأنه نفس التجربة الاعتمادها بحساب الـ LOD percent والموستر content تصير الموستر 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 بالانس نفترض الـ دراير كابينت هنا إذا الموستر بالانس راح يكون هو الوسيلة من خلال راقب المتغيرات راح تصير بالوزن احنا أكيد المتغير الواضح باستخدام الموستر بالانس هو الويت of dry sample as function of the time أنه راح الراقب المتغير بالوزن مالت العينة مع الـ time إلى أن توصل إلى dry sample فنعرف أنه الـ dry sample حصل خلال ساعة خلال ساعتين أو أنه يكون الـ دراير كابينت يحتوي على scale يعني digital scale وهم منه يراقب الوزن فالوزن يطيني إشارة أو مثلا فكرة عن طبيعة المتغيرات الأولية من ناحية الكمية لكنه خلال هذا الوزن الذي تناقص الذي أنا مثلا أفترض ما أعرف كمية الـ water الموجود أنا متعرف أنه جد أحتاج وقت جد السامبل المتوقع الذي سيصبح وزنه بعد عملية الـ dry ما أعرف مثلا هذا الـ water والـ water الموجود قد يكون free form قد يكون water of crystallization هدفي أنا فقط أتخلص من free form الـ water of crystallization ما أريد أتخلص من عنده إذن ما أقدر فقط أحتمد على الوزن أحتاج أمور ثانية أراقبها أراقب المتغيرات التي تصير خلال الـ solid الـ data هنا طبعا نفترض الطريقة الأولى إحتمادا على الوزن فراح يقدر يحسب data إنه نقول أوزان مختلفة مع time يقسم الوزن وعلى time يقدر يحسب rate of drying moisture content يقدر يحسب من خلال المعادلة الرياضية السابقة فراح حصل إلى different data drying rate و drying time moisture content من خلال هذه التجربة فالـ data from drying rate bloated as moisture content versus time مثلا time of drying فعدنا مثلا راح تكون الرسومات مالتنا moisture content versus drying time drying rate versus moisture content يعني راح يرسم رسميا data حصلناها من خلال تجربة هاي التجربة إنه الـ weight صالت خلينا على scale يتحسس الوزن وراقبنا التناقص بالوزن مع time إلى أنه ثبت على وزن معين فراح أقدر أنصر عندي data إذا نقول الراقب بفترات زمنية مختلفة إلى أن نصل إلى الوقت النهائي وكل جزء من الوقت خمس دقائق هلقت كمية bare time عشر دقائق هلقت كمية bare time راح يصير عندي drying rate لأن rate هو amount bare time moisture content كذا أقدر أحسب معادلة الرياضية السابقة فصير عندي كأنه data مختلفة drying rate moisture content time فإذا رسمنا رسم moisture content مع drying time يعني نخلي واحد y axis والثاني x axis أو رسم آخر drying rate versus moisture content فهنا نحصل هاي الرسومات هاي الرسومات اللي تمثلنا مثل الرسم الأول اللي فوق moisture content versus drying time الرسم الثاني drying rate versus moisture content فش يصير هنا أنا جاي نشوف cycle مثل ما اكو cycle for sterilization اكو cycle for drying خلال عملية الhydrying فنتوقع إحنا إذا نقول العينة موجودة بالhydrying cabinet فبالبداية إذا أريد الراقب من moisture content طبعا moisture content إحنا قلنا مثلا وزن الووتر على وزن of the dry solid مو مثل الـ log percent فهو نحاس بالmoisture content اللي هي وزن الووتر على وزن of the dry solid يعني بدلالة dry weight basis جدا فعدنا فعدنا الـ من الموزن يحصل خلال تجربة الـ dry ورسمها مع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ساعة ساعتين ثلاثة الان وصلنا الى اقل نسبة من الموزن content فحسب الرسمة الاول فهنا رسمة الثاني لا رسم الـ dry rate اللي هو الـ amount اللي هو الوزن of the water مثلا بير time وقت معين رسمة مع الموزن content نفس الـ داتا طبق هنا خلاها بدأ ما كانت y axis خلاها x axis وبدأ من اعلى الى ادنى بال x axis الموزن content بدأ بها من الاعلى الى الادنى بالنسبة للفوق لا الموزن content بدأ بها من الصفور وصعد دي فوق فهي لازم تثبتها ابارك نجي نشوف نخارن بين الرسوم طبعا هنا الرسميا هم الموزن content مع نقول بدأ بالنقطة اللي هو اعلى مستوى من moisture content نفترض بالبداية قد تكون moisture content عالية اكيد ويا time دار نفهم الرسم بشكل عام moisture content ويا drying time تتناقص هذا شيء متوقع انه مع time moisture content تبدي تتناقص الى ان توصل الى اقل مستوى من moisture هذا التناقص هل هو منتظم ام لا بمعدلات مختلفة نلاحظ خلال time لاحظة مرة يكون مثلا A الى B انحدار بسيط B الى C انحدار اقوى C الى D انحدار شوية اقل D الى اي شوية اقل من C الى D وبعدين يوصل الى مرحلة البلاتو نحن نتوقع الموستر ببداية كمية شبيرة مثلا راح تكون معدل سريع للمass transfer كل ما تتناقص الموستر كل ما يبطأ المعدل فهذا نظريا نحكي ننبع الجزء الاول ليش الجزء الاول التناقص كان بطيء بالموستر content الجزء الاول لأنه اصلا اول ما شغلنا لدراين وبدينا نطي الحرارة فتحتاج وقت الى ان يصير adjustment for the heat stabilization for the heat فاي الابي هاي المنطقة هذا الريجين نسميها منطقة temperature stabilization فتاخذ وقت initial adjustment ففي هذا الوقت ما راح يصير عندنا نقول moisture content decline بشكل واضح نسبة كلش قليلة جزء موجود على السير هو راح يبدي يتبخر بسبب تناقص moisture content لكن الجزء الاكبر من moisture هو موجود بالداخل فهذا يحتاج وقت الى ان الحرارة يصير stabilization وتنتقل بعدين تتحول الى latent heat وبعدين يصير نقول بشكل واضح mass transfer من bulk باتجاه surface من surface باتجاه surrounding atmosphere فالفترة الاولى اي الابي اللي تتميز with slight decline in moisture content تمثل الانيشيال adjustment للجهاز فالسلوك البيهيفير of the wet solid سببه انه بعده ما وصلت للحرارة بالمستوى المطلوب هذا بدلالة الرسم الاول بالنسبة للرسم الثاني الرسم الثاني اذا لدي نفسره نشوف همين بانيشيال adjustment لكنه بالعكس يعني مو بالتناقص بالتصاعد ليش لانه افصل الرسم احنا رسمينه drawing rate مع moisture content فالmoisture content body A هي اعلى قيمة اليه مثل ما كان هناك بالرسم الاول بدت الموisture content هنا من اللي الموisture content نقصت له زادت الموisture content ليس ساعدكم نقول الاشتباه الموisture content مادام تروح بتجاه اليمين اذا هي في حالة تناقص هذا الرسم اللي وضع قدامك ال A إلى B ارتفع من الارتفع لdrawing rate ارتفع اكيد الdrawing rate ببداية يكون بطيء مثلا المعدل ما توصول الحرارة للمaterial تريد ضمن ان شاء الله جسمت يبدأ بطيء بعدين يبدأ الصاعد يوصل إلى أعلى مستوى لأعلى مستوى بنهاية هذه الفترة اللي هي رح يصير عندنا تساوي بين rate of heat transfer والrate of mass transfer اللي هي تبدي مرحلة النقطة B فالdrawing rate ببداية يكون قليل بعدين يبدي يصاعد لأن يوصل إلى أعلى مستوى فالرسم اختلف والإشارات اختلفت لأنه الـ data اللي ما أخذها هاي يخص A إلى B ليش يختلف بين الرسميا أسمع منكم طلاب أو تكتبون إذا واحد يتحرج من الفتح الصوت زي الـ heat of mass transfer إذن رح يكونون مثلا ضمن مرحلة الـ initial adjustment فما رح يكون عندنا بشكل واضح نرجع لرسم الأول الـ B اللي هو الـ moisture content اللي أقل من A بدأت تناقص إلى أن توصل إلى C لاحظ معدل التناقص بالـ moisture content خلال هاي الفترة الزمنية بين الـ B و C كلش عالي دليل ما دام عندي تناقص كبير بالـ moisture content إذن معدل عالي للـ mass transfer أي أن we have rate of drawing عالي الـ B إلى C معدل كان عالي اللي هو أعلى شي حتى بالرسم الثاني من باو إلى أعلى شي وان rate of drawing أعلى شي النقطة B فاستمر من B إلى C هو في هذا المعدل العالي constant rate period لهذا احنا بالرسم الثاني واضح الفكرة constant rate period يعني rate of drawing B من B إلى C ثابت تناقص بالموستر ويا أكو تناقص واضح يعني إذا أريد أن أقارن المسافة بين A والB بين B والC بين بين B والC فرق أكبر B إلى C إذا نقول B مثلا 40 C قد تكون 25 A إلى B قد تكون من 50 إلى 40 مثلا فإذا أكو تناقص واضح بين B و C بوجود constant rate period فبقى مستقر بهاي المنطقة اللي هي B إلى C فسميناها constant rate period اللي فيها الموستر transfer from the surface and interior in equal rate والrate أفدران يقول بمعدلات عالية فيصير التناقص واضح بالmoisture content خلال هذه الفترة الزمنية فاللاحظة الرسمي الأول ما ينطيني نقول إشارة واضحة نعني نشوف constant rate period لكنه كوه بتناقص فهنا التناقص بالmoisture content لكن برس في الثاني واضحة الفكرة الموisture content جاء تتناقص والrate ثابت من B إلى C يكون ثابت فمعدل اللي يكون ثابت وكذلك جاء نحصل benefit أنه الموisture جاء تتناقص إذن احنا بالطريق الصحيح وصلنا للC الC بدأت يسمونها critical moisture content بدأت الموisture content تتناقص شون واحد البانزين يصير قليل بالسيارة فالموجود الكمية الموisture اللي هي target للحرارة بدأت تناقص بدأ الrate يبدي يتناقص فحتى من الرسم الثاني جاء يشوف الrate من C إلى D المعدل اللي بدا يتناقص ليش معدل اللي بدا يتناقص لأنه المعدل ما يعتبت فقط على الهيت transfer أنت مشغل الجهاز الموisture مقدار التناقص به هنا ما راح يكون واضح لأنه بدأ تقل مثلا نسبتها تقل فبدأ الـ drawing rate يقل من C مقارة مع كموisture content تناقص من C إلى D هنا بشكل واضح يعني ظهرينا نقيم الأرقام C إلى D الموisture content بدلات الرسم الأول أكو فرق واسع بين C بين D الرسم الثاني يوضح إنا مقدار decline اللي صار بالrate لهذا يسموها هاي المرحلة first falling rate period إنه بدأ الرسم يقل ليش يقل بسبب تناقص الموisture content كل ما تقل الموisture content كل ما يتقل بدأ لعالة الـ drawing red أكو سؤال طلاب أسمع منكم لأن صراحة أن هذا جزء محوري جزء محوري بفهم هذا الرسم فصير مقارنة بين الثنين في منطقة منطقة ناخد الـ A-B وشفناها الـ B-C وشفناها الـ C-D مثل فلو يبدأ الـ rate of drawing يتناقص من يعبر C اللي هي critical moisture content اللي بيها يكون أعلى من mass transfer from the interior فبهاي المنطقة المنطقة C كأنه يقول بدأ الرصيد الخزين الموجود بداخل المادة اللي تعرض للحرارة بدأ يتناقص كأنه يقول المعدل الموجود على surface أعلى المعدل الموجود من mass إلى anter كأنه بدأ يتناقص الrate هذا ينكس على overall rate of drawing الدين أنا بعد أكثر هذا شون واحد مثلا نجيب له هذه مادة وعرضها لحرارة مفرطة فيشوف أكون dry spot تظهر معناته أنه بدأ أنه هاي الموستر اللي جاء تغادر السيرفس ما جاء تعوض بال من البالك فإذن بدأ ملامح التناقص الواضح بال moisture content وهذا ظهر كذلك بال DE وصال لدينا نقطان أكثر بالrate of drawing يعني الحدار أكثر بالمنطقة اللي DE second falling rate بريد يقل لأنه يوصل إلى أقل مستوى يعني صفر بنقطة B rate of drawing بال E بالرسم الثاني rate of drawing صفر لكن moisture content مش تكون صفر قد تكون أقل مستوى مثلا أو وصلت إلى مرحلة عبر عنها equilibrium moisture content فهذه equilibrium moisture content يعني كأنها وصلت إلى مرحلة أكو توازم صار بين الموستر الموجودة بالعين ونقول الموستر الموجودة بال surrounding atmosphere فإحنا إذا رجل نستمر بقى نستنزف لازم إذا نستنزف الموستر ونوصل إلى صفر بالمية ما نخلي أي moisture لازم نستخدم آلية جديدة مو فقط نعتمد على temperature ونقول لازم نبدأ نشغل نسحب نسبب D modification نسحب رطوبة موجودة بالهواء نستبدل بها وإجاف إلى أن تناقص الموستر عمليات إحياء جديد وحيانا لا نريد نثبت عفوا نريد نثبت على lowest moisture content ضمن مثلا نقطعي هي moisture content إذا بقت بها النسبة تكون مؤثرة فإذا يكون مقارنة بال figures اللي هي ماخذينها from different data كل واحد ينطيني طريقة جديدة فإذا طرحنا السؤال من الرسم الأفضل من الرسم الأفضل ينطيني تقييم حقيقي الbehavior of the what solid during drying هل الرسم الأول أو الثاني أسمع منكم طلاب من الأفضل يعني برأيكم بحيث ما سبب لي confusion misleading أو سوء فهم مثلا رسم الأول أو الثاني حتى لو بالرسائل الأول الاستمال دكتور الأول نحن الأول ممكن نحن نشوف المراحل مثلا constant trade barrier ما ورح وشوان constant وشوان b إلى c تناقص مو نحن نقول ما دام هو مستخدم rate مصطلح فالأفضل أنه مثل ما قال constant rate barrier يكون العمود y axis يكون هو drying rate أفضل فنحن نشوف الرسم الثاني بدلالة drying rate versus moisture content أكثر يكون واضح حتى من يوصل نقطة e ونقول drying rate بدأ يصير أقل مستوى إلى أو وصل 0 مع moisture content ما وصل إلى 0 ما رح يصنع رسم الأول صراحة ينطين أحيانا ما ينطين إشارة واضحة لمراقبة عمليات الدراين والrate إحنا ضروري نراقب rate of drying لأن أصلا theory of drying هي كلها rate of drying فأي شي ينطين نقول الرسالة أو توضيح مباشر للrate of drying يكون أوضح الثاني يعني هو تمام الثاني أوضح ليش لأن أوضح لك المقاطع اللي تخص الرسم وال واضح مع ال drying rate كملاحظات after a period of initial adjustment هي المنطقة لأي إلعابي الheating rate يساوي الcooling rate till drying temperature stabilizes الperiod of initial طبعا هنا الheating rate يساوي الcooling rate إلى أن توصل الdrying temperature stabilizes يعني بعنا مكان داخل الكابينة العينة هي كلها ضمن ظروف درة حرارة الغرفة دبدي هنا نقول after initial adjustment من تنتهي رح يكون عندنا heating rate الساوي الcooling rate تستقر درة الحرارة لكن الآن تستقر في درة الحرارة تصير المصدر والمحتويات مات الكابينة يعني الكابينة الدراين والmaterial to be dried كلها رح تكون في نفس درازة بحرارة فهي كلها فترة تستمهي initial adjustment وقد تكون ما مصاحبة بالتناقص بالmoisture content أو نقول الجزء من الموisture الموجود على السيرفس لتماث وباشر مع نقول التسراؤن التماث قد تفقد جزء من الموisture مانته لكن البداية الحقيقية ما بعد انتهى هذه المدة هذه الperiod of initial adjustment يعني شون as segment A-B للfigure A and D البي تمثل التماث استفلايز as long as there is a moisture film on the surface of the drying solid موجود تبدي ما دام اكو moisture موجودة على السيرفس إذن البي بعدها تبدي تتناقص الموisture فكن ما تتناقص أو كن ما تغادر هاي الموisture مفهول تعوّر بالmoisture الموجودة بالبرد فلازم أكو هاي الاستمارية إلا أن توصدها مرحلة مثلا نتقل المخزون اللي موجود بداخل المادة من الموisture يبدأ يقل فتبدي تظهر الـ critical moisture content البي سي يتمثل constant rate barrier بمعدل أعلى شيء هنا الموisture evaporating from the surface is replaced by the water diffusing from the interior of the solid فيكون evaporation rate يساوي division rate كأننا كنا يعتمد على diffusion بشكل عالي بشكل عالي بحيث أو بشكل أكثر كل ما يزاد division rate كل ما يزاد l-evaporation rate from the surface السي مثل critical moisture content نها طبعا no more moisture is replaced فتظهر هاي dry spot appears فهح نصير الخفاض بالدrying rate ما دام ما عندي mass transfer من anterior إلى السيرفس فأكيد رح يقل rate of diffusion بالتالي يقل rate of drying فيصير بي fall force off السيدي اتمثل first falling rate period أو period of unsaturated surface drying نها السبوط number increases والdrawing force steady ادي اتمثل second critical point اللي هي أكيد هنا دلالة الموisture رح تكون بعد أقل الموisture content يصير complete evaporation surface pin والdrawing rate هي اعتمد على diffusion rate فهي وقت ما يتوقف diffusion rate ما يتوقف rate of drying لان نحن من عملية mass transfer بعد نحن متجاوزين rate of heat transfer rate of heat transfer انتهي دورها بدأ الشغل يمن material نحن ثبتنا درجة حرار ثبتنا الظروف فنشترع ضمن هذه الحالة فأكيد الـ drying rate راح يعتمد 100% على diffusion rate احنا قلنا يعتمد على شقين لكن مو دائما يعني احنا بهذه المرحلة اللي هي مراحل اللي صير بها evaporation وانتقال اكثر شيء المتحكم بالـ drying rate هو diffusion rate فاذا استمر diffusion استمر الـ rate وقف diffusion اتوقف الـ rate فاللاحظ الـ time يبدأ يقل فينعكس على drying rate يقل بمستويات مختلفة فالمعدل النقص النقص مو يكون نفس المستوى مرة يتناقص مثلا يتناقص من 50 إلى 40 مرة من 40 إلى مثلا 25 مرة من 25 إلى 10 فالتناقص مو نفس المستوى لهذا يصبح مناطق مثلا منقول C إلى D مستوى D إلى E مستوى فاللاحظة هو first falling rate second falling rate period فهنا بالsecond falling rate period drying rate falls ربدا يعني قياس cd E تمثل equilibrium moisture period begins نحن drying rate يصبح zero temperature and moisture content remain constant تبقى ثابتة يعني ما بها متغيرات إلا إذا مثلا طب حيث هنا طبعا إذا استمرنا بإدرا after this point is a waste of time on energy بدون بدون ما نحصل وقت إذا وصلنا نقطة E هنا نلاحظ E بالثانية E هنا بالرسم الثاني أو بالرسم الأول في الرسم الأول moisture content وصل لمستوى قليل مو صفر مستوى قليل برسم الثاني نقول drying rate وصل إلى صفر فمعنات إنه إذا نستمر بعد هاي الفترة بعد هاي الفترة حتى بدلالة الرسمة الأول drying time إذا نستمر على نفس الطريق إلا لازم نتبع إجراءات جديدة مثلا شون نتغلب إلا نتغلب على كليبريم moisture content شون نتغلب عليه كليبريم moisture content بحيث تكون ثابتة إلا نغير من طبيعة الهواء المحيط بهاي العين يعني نستوي D-Hee modification نستبدأ الهواء الرطب بهواء جاف إجراءات جديدة بحيث نقدر نستنزف المحيط في حارة نريد نستنزف ها لكن لا إذا وصلنا إلى مستوى غير مؤثر من المحيط نبقي ضمن هذه الفترة هذه على ضوه نحن على هذه الرسومات نقدر نأخذ فكرة عن time required for drying مثل ما هذكركم مثلا بالmixing time حيانا المixing time مثلا شغلة يحتاجها ربع ساعة يوصل to the perfect mix والشخص ساعة ساعتين فالوقت يكون أكثر وللازم قد ينطي نتاج عكسية فالوقت مهم بالنسبة أننا خلال عملية the drying solids اللي هي exposed for the drying can be classified depending on its behavior خلال the drying مثلا solids to be dried may be classified based on their drying behavior انتو هذا behavior يصير وهذا الماس transfer والمعدل اللي راح ينتج سواء بالdiffusion أو بالrate أو بالdraw يختلف باختلاف الصلد المستخدر ليش مثلا إذا عندنا crystalline يختلف عن الامورفوس راح يختلف بمن نقول الوقت بالdraw هذه فترات اللي راح نشوف هاي المناطق اللي حتشين عنها ال A B وال C كلها time intervals هاي راح تختلف باختلاف المادة فاني نشوف الكريستلاين عنده القدرة انه الووتر is held in open surface and interstitial spaces between particles which are easily accessible to the surface إذا اكو مسارات واضحة للووتر خلال الكريستلاين يتحرك بها الووتر من انتيريير بتجاه السيربس فهذا راح يأثر على الدفيوجن والماس ترازفير لكن بنامورفوس الموستير is here integral part of the molecular structure and interept in fine capillaries and pores accordingly it is difficult to dry than كريستلاين صور فلهذا احنا اختلاف المسافات البينية اختلاف طبيعة الترابط الكريستلاين بشكل عام عنده شكل هندسي منظم وعنده مسافات بينية من خلال راح تتحرك هاي الموستر احنا جاي نحكي على free water ما جاي نحكي على water of crystallization water of crystallization حالة خاصة تختلف هذا قد يحتاج نقول الى وقت اكثر يحتاج الى ظروف اخصر واحنا مدائما هدفنا نتخلص من water of crystallization احنا هدفنا فقط نتخلص من free water الا في بعض الطرق قد احنا احنا نتعمد نعرض البودر الى كمية كبيرة من استفاد من عنده مثلا كbinding agent مثلا ما هذه ان شاء الله تاخذونها في طريقة تحضير الـ aberfacent granules لكن جاي نحكي على الوضع الطبيعي لfree water استقرار اكثر بالامورفوس solids فيحتاج الى نقول intervals اكثر الى حالة اكثر من الهيت مثلا مع المراعات اكثر من ناحية الوقت اللي نتحصر نفس الهدف المطلوب فاكو اختلاف بطبيعة المادة واختلاف بالbehavior during drying هاي ما يخص تقريبا الزائر الثلاث تخص الbehavior of solids هي الindicators هذه الmoisture content واللو دي بيرسن وهذه الرسوم اللي رسمناها بدلالة الdrawing rate مع الموisture content أو الموisture content مع drying time والbehavior باختلاف المادة وهي طبعا مكملة للtheory of drying كمفاهيم عامة هكذا السؤال قبل ما نبدي بالtypes of dryers types of dryers المفروض احنا فهمنا theory of drying behavior وعلى ضوه شفنا نقاط الضعف والقوة المتوقعة فيما يخص المachine أم فيما يخص المaterial صار تصميم مناسب بحيث يحقق الهدف المطلوب من الdrawing من خلال the dryers في بداية نحدد نقول when considering how to dry a material certain point should be considered اللي هي heat sensitivity of the material لازم نراعيها إنه لازم نكون هل هي sensitive or not الفيزيق بالنسبة تحدد الميز البيهية حدد المقدار الموجودة الموجودة الهدف here we أمينها مهم يعني كأنه نقول شنو البرنسبل أوف أموريشن بيعتمدها نحن نشوف مثلا ستاتيك موفد حرارة غير الحرارة كل هذه عوامل نحددها ونشوف على ضغطها نقول أكوت أكوت تناسل وماكوت تناسل مناسب بين الماتريال وبين الإلكومن من الشكل العام لدرايرز كان بيكلاسيفايد باستخدام مثال 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 or method of sample handle إذن هابي الـ two main bases for classification of dryers بالفيرس classification اعتماد على الهيد transfer الدرايين design والإنيرجي requirements are important فيعتبار هو كأنه الفيرس classification جاي equipment oriented يباوع على المشين أكثر ما يباوع على المaterial فالدرا الدزايل of the dryer والإنيرجي requirements are important while in second attention is given to the type of the substance to be dried second classification يركز على type of the substance to be dried وعرضها إلى ظروف مناسبة بالhandling فإذن التصنيف يعتمد على المشين يركز عليها أكثر والتصنيف والآخر يعتمد على المaterial المشين في المشين المشين يعتمد على المشين 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 اللي هو هل المادة متحركة لو المادة غير متحركة خلال عمليات المكسي فنحبر عنه presence or absence of vegetation is the major criteria يعني الخاصية الأساسية لتبطي تصنيفات أو نقول أنواع مختلفة من الدرايرز بدلالة sample handling فصار عندنا مثلاً اعتماداً على التصنيف الثاني اللي هو بدلالة sample handling static bed system و moving bed system static bed system إنه there is no vegetation moving based system إنه there is agitation for the powder أو for the sample النوع الثالث fluidized based system هذا همينا ب movement لكنه طبعاً هنا النوع الثالث والنوع الرابع pneumatic system هذا متداخل يعني هنا ما نشوف أكفاصل بين التصنيف الأول والثاني فهذا الأنواع الأربعة كأنه خالق بين الأساسيين بالتصنيف static moving بدلالة الحركة fluidized based system design خاص يعني باللدراير و linear requirement خاصة مع fluidization الرابع هذا pneumatic همينا رح نشوف بعدين طريقة التعامل مع sample handling يعني لا هي agitation ولا هي مستقرة يعني كأنه يكون اختلاف جديد باللدراينج design و linear requirement كأنه ما أخذ التصنيف الأول في نظر الاعتبار يعني هذي رح نجي له كأنه ونقول هذه الأنواع الأربعة الأساسية هسي نجي نطبع سؤال what are the types of drying system هي static bed moving bed fluidized bed pneumatic systems شواء قسموها هاي systems قسموها اعتمادا على two classification متداخلة اللي هو بدلالة الهيت transfer أو بدلالة الماس transfer وعندنا طبعا نوع آخر اللي هو specialized drying system هذا رح نشوفه هذا أصلا يعني معتمد طريقة جديدة بالهيت transfer static bed system رح نقد أمثل عليها إذن قبل ما نبدي بالأنواع بشكل تفصيلي الأنواع الأساسية الأربعة هذه static و moved و fluidized و pneumatic أكون نوع خامس ما دخل نظم من هاي الأربعة الأساسيات specialized drying هذا لا يعتمد على الهيت transfer ولا يعتمد على طريقة handling مارت المساعد ما معتمد على التصفيفين الأساسيا لكن هذه الأربعة هي متداخلة مع التصفيفين الأساسيا فأطيناهم ضمن هاي التصفيفين هذه الأربعة أنواع النوع الخامس أو الجزء الخامس من السيستم سميناها specialized drying system حتى بالمولنغ اكو specialized مولنغ condition فهذه ما تنطبق عليها لا التصنيف الأول ولا التصنيف الثاني نجي لل static bed system طبعا كل system راح ناخد عليها مثال من الedryer مثال على static bed system هو tray dryer أو يسمونه shelf dryer هذا من اسمه أنه التصميم مارت بدلارة التصميم هو shelf يسمونه shelf dryer بدلالة dryer design باطش يتعامل مع كميات محدودة البودر أو السامبر غير متحرك يسمونه static بإذن consist of cabinet itself or compartment in which the material to be derived is spread on trays إذن المادة اللي رح يجففها رح تنشر على trays فجد المساحة السطحية هذه trays رح تكون المساحة السطحية لهذه المادة فكل ما تزداد أكيد رح تنعكس على rate of drying فتكون غير متحركة فتسمونه static bed system shelf dryer لأنه عشكل train design مارت باص لأنه يتعامل مع كميات محدودة فإذن هناك لا يوجد محدودة فإن محدودة محدودة فإن هناك الوصول نقصد بها إن من الوصول حركة إن من الموستر الموجودة بداخل العين يتحرك من الداخل بتجاه السيرفاة كما نقلل ثقافة راح نزيد الإفشيانسي فاللاحظة خلال هذا الرسل أننا لدينا مختلفة والمصدر الحرارة مثلا راح يوصل وعندنا مثلا توصل الحرارة خلال القنوات أو الشبكة الموجودة تتخط بها فتوصل لهذه الشارف والشارف مثبت عليها المتريال تتخط بها طبعا بإمكاننا نتحكم هنا بالهمودتي لأنه دائما بنهاية عملية أنه قلنا قد ما نوصل للا بسبب وصول أو تساوي بين العين وبين من الخلال تحمل تحمل الهمودتي يوصل لمرحلة فهنا شون نقلل وتستمر عملية الموستر ترانسفير فنقدر نقول الويت اير اكزوست فينت والدراي اير انلت هنا راح يصير لدينا عملية استبدال ندخل الدراي اير انلت ونخرج ويت اير اكزوست فينت نخرج الهو الموجود فهيصير عملية استبدال فنقلل الهمودتي أوب دا اير وهذه كلها تنعكس بعدين على مقدار الموستر كونتينت اللي راح تتناقص الى ان توصل لمرحلة نقلل أو نقول زيرو هذا الرسم الاخر يوضح النا الكابينة وهذا طبعا هنا هو يستخدم يعني كميات محدودة الرسم اللي جوه جاي يشوفونا خصوصا هذا هذا شون الافران المستخدمة بالافران الصموني الوتوماتيكية يعني يجبون هاي الشيرو يخلونها بداخل عربة متحركة فالبودر التوبي درايد نقول او المادر يسخنوها او مثلا يعرضونها للحارة هي ثابتة على الشيرو لكن نقول الناقل كلها يكون متحركة يخرجها ويدخلها 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 بالكميات فانها يتعامل مع كميات اكبر ويدخلها وراء ما تخلص من الهدف من الدراين او نقول عملية التسخين الموجودة بداخل هذا السيستم يخرجها فهذا النوع الصورة اللي على اليمين بالاسفل هاي تتعامل مع كميات كبيرة يعني هو يشبه نفس البرنسبل من ناحية الترالي دراير لكنه تنر عربة تنقل فهذه تتعامل مع كميات اكبر من السامبول موفينج بيس هذا النوع الاخر اللي همنا المثال عليه توربو تري دراير هو يسمونه روتري تري دراير يعني هو همنا تري لكنه هالتري بيها روتاشن تتحرر ف يكون يكون عدنا حركة من السامبول من الشيوف الى اخر ما تكون مستقرة على الشيوف فالبيت يكون موفد موفينج بيت دراير صواني تكون مثلا حلقية مثبتة جذع عمودي و روتايت سلول الى الوان ربين فاذا عندنا موفمانج موفمانج بيت سيستم الهيت اير از سيركولات بايت توربو تايب فان هنا بوجود توربو تايب يعني كون تايب كأنه الحرارة راح توصل توربو تايب فتكون من دفع وهاي مانت ان داستاك سنتر بالمنتصف الستاك الجذع اللي تستقر به هذي هلتريز هاشوف الرسم او هاي الفقه او الموفي يوضح هاي اللي تريز او ام اول ام او ال ام اوت ام اpra eight for example is a wasmont turbo drive the product is carried on trays around a number of fan-weaves these wheels of the turbine type if the turbo dryer its name stationary wipers transfer ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر